الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومصطفانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا صلي على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما أحاط به علم وخط به قلم وأحصاه كتاب وارض اللهم يا ربنا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا يا ربنا جميعا منهم ومعهم اللهم أمين اللهم يا ربنا وفي هذه الليلة المباركة نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقاب أمهاتنا من النار اللهم أعتق رقاب أزواجنا من النار اللهم أعتق رقاب أبنائنا من النار اللهم أعتق رقاب بناتنا من النار اللهم أعتك رقاب جميع المسلمين من النار اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا فيها من القائمين اللهم اجعلنا فيها من الذاكرين اللهم اجعلنا فيها من الشاكرين اللهم اجعلنا فيها من التائبين اللهم اجعلنا فيها من المخلصين برحمتك يا أرحم الظاهمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته tonight inshallah we will live with the light of the Quran we will live with the light of the Quran because we should have a special position and relation with the Quran in the last year of Ramadan to hold the character of our early Muslims, of our salaf to have a special connection with the Quran in the last year of Ramadan see you brothers and sisters Imam al-Shafi'i for example, may Allah be pleased with him كان يحصل على قرآن كل نوم في رمضان كل نوم بين المغرب و عشاف تظن ذلك الإمام الشافعي كان يحصل على قرآن كل نوم بين المغرب و عشاف لديهم باركة they are blessings for our ummah they are our scholars that we should learn from understand and understand our religion from them and abu hanifa also is important to have the same another one called used to make ختم of the quran every 6 days before Ramadan وفي الأول 20 يوم يتعلم ختم كل ثلاثة وفي الأخير رمضان يتعلم ختم كل يوم في المنزل رمضان اليوم سوف نشرح سورة القدر سورة القدر سورة القدر سورة القدر سورة القدر الله المعيني قال في هذه الأخيرة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر الله المعيني قال محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة ونا أن القرآن كانت تقريباً في النهات القدر في النهات القدر في النهات الرمضان وكما تعلمون يا أخوة القرآن كانت تقريباً في 23 عام كما تعلمون لدينا مكي قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن كانت تقريباً في محمد صلى الله عليه وسلم في 23 عام كما تعلمون هذا المعيني إنا أمزلناه في ليلة القدر ومديني قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن ومديني قرآن لن يكون نحن نحن جديد ومديني قرآن وقامت عنه وجهه حياته لكي أبداً ويقفنا من عيق الناس حياتنا كما نقول ويقفنا من عيق الناس حياتنا من عيق الوكيدة ثم فهد الله أمياد سورة القدر يقول السحابة و سأسراء بأنها مرحباً هو أفضل من أن نحن المرحب أن يحب المرحب في أكثر من 1000 سنوات. إن كان لمن احسابة للصحابة للمهادة الدرود محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا كيف سيقوم بهذا أيضاً الذي يهديه في أكثر 1000 سنوات حين الله يمطل للميجب وين دعونا الحدد. وما عطباتك ما ليلة القدر هل تتعلمون من الح position على الأنظام ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر the night of power is better and Allah says than more than 1,000 months and you see that the Quranic verse says خير من ألف شهر better than 1,000 months it could be more than 2,000 it could be more than 3,000 because Allah says خير من ألف شهر the Quran doesn't say it's equal to 1,000 but the Quran says better than 1,000 months وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah Almighty tells us that this night is a night of blessings a night of peace a night when the angels and the angels جبريل عليه السلام will descend and will surround the people who are in the masjids who are taking Allah's blessing on that night سلام هي حتى مطلع الفجر and our scholar says that حتى مطلع الفجر means the فجر is included in ضلعات فالقدر it's not too Allah Almighty doesn't say سلام هي إلى مطلع الفجر but Allah Almighty says حتى مطلع الفجر therefore the fag the salah of the fag is included in the death night that's why الحسن البصري may Allah be pleased with him tells that the one who prays the isha at least on the night of القدر and the fag will have his share of the blessings of the night of القدر brothers and sisters I explained this Quranic surah tonight to prepare you for tomorrow for the 27th of Ramadan because most of our scholars believe that the 27th of Ramadan is the night of القدر among them is Ibn Abbas حَبْرُ الْأُمَّ the main school of Islam he says that and he swears it's either 23rd or 27th of Ramadan he says that إِنَّهَ إِنَّهَ إِمَّا لِسَبْعٍ بَقِيْنَ أو سَبْعٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانِ meaning it's either 23rd or the 27th of Ramadan and also we have a hadith that indicates that mostly the night of القدر will be on the 27th though it is hadith sweet and we usually like to seek the night of القدر in most of the of the old numbered nights but the 27th of Ramadan is the night that most of the scholars believe that is the night of the power and even brother and sister Surah til القدر itself has some indications our scholars used to reflect in the Quran see that brother and sisters some of our scholars studied Surah til القدر and they say that Surah til القدر itself has some indications that the night of القدر is on the 27th of Ramadan Allah Almighty says in Surah til القدر إِنَّ أَمْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ Allah says لَيْلَةُ الْقَدْرِ three times right and the total number of the of the letters of the two words لَيْلَةُ الْقَدْرِ is nine nine multiplied three gives 27 some of our scholars say that because we reflect we should reflect in our mushaf we should reflect in the Quran it's a miracle Allah states لَيْلَةُ الْقَدْرِ three times in the Surah and the total number of the letters of the two words لَيْلَةُ الْقَدْرِ is nine are nine and nine multiplied three times gives 27 another indication from Surah Al-Qadr itself the word سَلَامٌ هِيَّ هِيَّ is the word number 27 in Surah Al-Qadr so our scholars most of them believe that it's most likely on the 27th Ramadan I ask Allah Almighty to bless us all with the night of Al-Qadr and to make us all among those who will be accepted by Allah on the night of Al-Qadr and to make us among those who will make Qiyam while having faith in Allah Almighty and expecting the word from Him on the night of Al-Qadr Allahumma taqabbal minnai arhaman rahmin wa jazaikumun allahhi wa s-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatikum and to make you as-salamu 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 as-salamu